فبرضه وإذا كنت أنت حضرتك هتعتبر أنه بيفخخ نفسه يبقى كده شخص نبيل ما هو اللي فخخ نفسه في كمين شرطة ولا في الجيش المصري باعتباره جيش الضلال وجيش الردة وجيش الكفر ما هو نفس من المنطب يدافع أمة الإسلام بالمنازل نفس المستوى مش عايز أقول أكثر من كده بقى ومحمس نفسها اللي قتلت في الجيش المصري فما تقعدش تدور على المبررات عشان تقنع نفسك بأنه هؤلاء اللي عنوانهم ومشعارهم وعقيدتهم ضد الوطنية وضد مصر وضد أي وطن مع فلسطين وبيدفع عن الشعب فلسطين دفعوا بقولك بيدفع عن تراب فلسطين في غزة يا راجل ده أنت إذا كان بقى حماس على تنظيم على جهاد على غيره ويقولك ما أنقصتوش مستشفى ما أنقصتوش غرفة عمليات ما أنقصتوش طفل فلسطيني ما أنقصتوش مغبس مستشفى مدرسة دفعوا إيه ويقولك إيه وحصلت الجزيرة على تسجيل تصوير عمليات للمقاومة أثناء الدخول ولا اقتحام الجيش الاحتلالي الإسرائيلي إلى مش عارف ملطقة إيه يعني جيش إسرائيلي دخل وهم بس يعني بيسقطوا عليهم أو يضربوهم بمدافع أو يعملونهم أفخاخ أو كمان لكن هو دخل الجيش إسرائيلي يرتع في غزة عادي ويقولك بيدفع عن غز دفع عن غزة فين بتدفع عن غزة البيوت اللي انهارت والمهدمة وكل والموت والقتلى والمصابير واللي تحت الركام وانت بتدفع عن غزة فين اللي دفعت يا عزيزي قل رجلا وقل أنك تدفع عن أنفاق غزة ومش عارف تدفع عنها كلها كمان إنما أنت لم تحمي طفلا واحدا في غزة لم تنقذ طفلا واحدا في غزة فكونك بقى تتطاول كمان على الشعوب العربية والدول العربية زي بالضبط الصبية اللي بيطلعوا معلمينهم يعني يحفظوهم الصبية والأطفال اللي بيخرجوا في وسط المحنة وطبعا هي محنة رهيبة وهائلة وجبارة يعني لكن بعض الصبية اللي بتسخنهم حماس أو بتومليهم حماس أو كبار السن أو غيرهم يعني أو الحمسوية يطلعوا يهتفوا قصاد شاشات التلفزيون ويقولك وينك يا عرب وينك يا عرب فين العرب شيء محزن جدا وبائس الحقيقة يعني هو طبعا الأمر يعني مؤلم جدا لدرجة أنك لابد أن تتجاوز وتعفو يعني لكن تتأمل برضو الفكرة إيه اللي وينك يا عرب على اعتبار العرب مقصرين والمفروض أنهم يروحوا ينقذوا الشعب الفلسطيني في غزة من العدوان الإسرائيلي مش فاهم ليه ما بقولوش وينكوا يا حماس بجد ليه بجد يعني ليه ما بقولوش وينكوا يا حماس على أطفال حماس عملت الواجب يعني ودمرت غزة جلبت العدو عشان يدمر غزة مش فاهم وينكوا يا حماس ما بقولوش ليه وينكوا يا حماس ما جنبك هو في الشارع اللي جنبك أو في النفأ اللي تحت رجلك ما بيدفعش عنك ليه وينك يا حماس إنما وينك يا عرب يعني المشكلة بيطال العرب واخد بالك دولة برضو الفكرة الإسلامية دي كلها على اليسارية والنصرية كلها أكتر حاجة بيدينوا بيها رئيس السادات في مبادرة السلام يقولك أصلا عمل صلح منفرد طيب ماشي يعني غلطان ليه من صلح منفرد ممتاز طيب وليه من الحرب منفرد بقى ده بنعمل فيه إيه يعني العمل صلح منفرد أصلا ضاع الأرضية أصلا مش عارف إيه أصلا إيه أصلا العرب أصلا فكك العرب ماشي هنمش معك لغاية أعرف الشارع على نصة الشارع بقى هنسألك السؤال ده واللي يعمل حرب منفردة يبس بموين لا خاد فيها رأي حد ولا تشاور فيها مع حد طيب أصلا مش هقدر يشاور حد ولا يقدر يسأل حد لأنه احنا خونا عبيد أمريكا طيب فويس يعني انت عارف اللي احنا خونا عبيد أمريكا وعملت الحرب المنفردة عايز من إيه بقى من عبيد أمريكا أمريكا عايز إيه حضرتك إذا كان ده رأيك قاعد طول الوقت تبتز الدول والشعوب والبيوش العربية عشان تشارك معركتك يا أخي انت مش هورتهاش ولا قلت له ولا اتفقت معها ولا ده قرارها فانت بتبتزها ليه بقى ثم إن حضرتك رأيك إنه دولها مش معاك في محور المقاومة طالب منهم إيه يعملوا لأهلك إيه إنما هو ابتزاز وخلاء بلطجة هي بلطجة ويطلع لك العائلة الصغيرة وإيه لك وينك يا عرب وينك يا عرب طب أقولكم بجد بأمانة يعني بأمانة شديد وإحنا لو مش بعد 150 يوم قتل وإبادة مش عايزين نتكلم بصراحة يبقى خلاص بقى يعني أو على أقل يعني أنا أحاول من اليوم الأول أتحدث بصراحة وربما أكثر من اللازم لكن إنزا بعد 150 يوم كمان مش عايزين مش طيقين ناس تسمع الكلام الصريح برضي مشكلتها دي مشكلت الناس دي أنا ما سمعتش أبدا عن شعب عربي أنا ريط في التاريخ وأحاول وطول الوقت الإنسان تلميز ما يتعلمه طول الوقت يعني فيش أساتذة في الحكاية فأنا مستعد أنها تلقى من أي أساتذة عكس ما قلت نافيا ما أزعم أنا ما شفت الشعوب العربية وهي بتواجه الاحتلال قاعدة تقول لك وينك يا عرب وينك يا عرب وينك يا عرب أنا ما سمعتش خالص سعد الزغلول وقول بي وينك يا عرب ولا سمعت المقاومة المصرية في الشعبية بورسعيد بتقول وينك يا عرب ما سمعتش كلامنا ما سمعتش حتى الشعب الجزائري كليش يقول لك إيه ويعني ما يموت مننا مليون شهيد ما سمعتش أنا الشعب الجزائري بقول وينك يا عرب طبعا فيه دعم عربي طبعا فيه تأييد فيه كل حاجة لكن وينك يا عرب اللي هو تعالي حارب مكاني أو تعالي يجوش خشولي يا ابني وينك يا عرب إيه ده العرب من اليوم الأول في القضية الفلسطينية أنت كمان مش عارف تاريخك اشتركوا في القضية